طيب فيه حد تاني بيسأل على لقاء المثلية اتكلمت عن الأسباب المحتملة للمثلية بس ما ذكرتش رأيي فرويد وهل فرويد تكلم عن أسباب المثلية طيب عامل حلقات عن المثلية ملخص الحلقة أنا ركزت على الناحية البيولوجية هل فيه أسباب نفسية للمثلية المثلية برضو المسل تبقى فاهمة مثلية يعني إن الراجل بيحب راجل أو ست بتحب ست حلو؟ الجزء البيولوجي فيه الاستعداد الهرموني والجيني أكتر من الجزء البيئي ما بقولش إن فيش جزء بيئي ما بقولش إن ممكن يكون التربية ليها دور بس أنا هقولك زي ما American Psychiatric Association قال قالك يعني Our understanding the causes is incomplete يعني إحنا معرفتنا بأسباب الظاهرة دي مش كامل 100% حلو؟ لكن يميل نميل إلى إن فيه ناس عندها استعداد بيولوجي للموضوع ده أكتر من ناس تانية أنا عارف بقى طبعا إن الناس تقولك لا أكيد ولد كده يبقى هو اعتدى عليه وهو صغير أو علاقته بالأب فيها مشكلة أو مش عارف إيه الحاجات دي تأثيرها طفيف جدا مش زي ما إنت متخيل يعني إن هي دي السبب الأساسي أوكي؟ في ناس كتير عندي في العيادة بتعرضوا لاعتداء جنسي وهم صغيرين رجالة يعني وتعرضوا وهو إحنا بناخد الهيستوري بناخد الهيستوري بيبقى هو راجل عادي هو راجل ومتجوز وحدة ستة ومعندوش أي انجذبات مثلية وبتاع وتعرض لاعتداء جنسي وهو صغير وما طلقش مثلي ولا حاجة يعني بالاعتداء مش دايماً وأساسي في موضوع تعلق فرويد طبعاً وليه أراء تحترم يعني بس أراءه في المثلية مش هي اللي بهي بنبص عليها كأساس موجود دلوقتي في الموضوع يعني اللي أنا برضو أنا ليه بفتح يعني عشان حد سأل السؤال ده بفتح في الموضوع نقل الإدانة للناس دي يا جماعة شوية إلى حد ما يعني عشان الناس دي ما بتختارش الطريق ده الانجزابات دي بتحصل أوتوماتيك ما بقاش هو مختارة أوكي وحتى الآن ما فيش علاج لتصليح هذه الانجزابات هتقولي ليه دا فيه دا كاترة مشهورة في مصر بتعالجهم ومش عارف إيه كل دا ما بيحصلش هو بس دا علاج بالتمني إنما ما فيش علاج لو في علاج أنا هطلع أقول في علاج وأنا عارف الناس دا كاترة في مصر بتحاول تعالجه إزاي يعني أنا بشكرهم على محاولتهم هم بيحاولوا يوفقهم ما بين الوضع النفسي والوضع الاجتماعي والوضع الديني ولأن الرأي الديني في الموضوع دا واضح فهم بيحاولوا يعني يجاد حل بس للأسف هو محاولتهم بتؤدي إلى مشاكل أكتر منها تحل المشكلة آآ 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 آ� عاوز اقول ان انت عشان تبقى طفيب نفسي. لازم تبقى open minded قوي. لان انت هتشوف العجب. وهيبقى انت في دماغك افكار وهتلاقي الافكار دي وعكسها. يعني انت مسلا الموضوع المثلية دي يبقى في دماغك مسلا وانت داخل التخصص ده ان المثلية دي اختيار هو الواد مختار قلة الادب. مسلا. او مختار الشزوس. كده. وتداخل بالخلفية دي. وانت تلاقي الناس ما اخترتش كده. فانت عشان تشوف تبقى. عشان تشوف الحياة بوقعيتها كده. انت بقى انت فاكر ان اسلام هو الحل مسلا. حلو? وبعدين هتلاقي انت لما تشوف مشاكل الناس هتلاقي ايه? لأ ده في مسلمين كويسين وفي مسلمين مش كويسين. فما بدرش اقول كده الاسلام هو الحل دي كده. اني اسلام بالزبط و انا ايه? المسيحية. المسيح هو المخلص. آآ وكل من اتبع المسيح كمخلص هيخلص. مثلا. عشان بص النس ما تفتكرش جاي عالاسلام او جاي عالماسى. هتشتغل مع الناس بقى تفتكري ان هتعرف ان الموضوع الديني ده اعمق واع من شوية كلمات. مش هتقول الشهادة الموضوع خلص او هتروح تقول المسيح مخلص في الموضوع خلص. ان الموضوع اعمق بكتير ومعقد بكتير اكتر من تقوس خارجية او كلمات او معاني. لان المعاني دي والتقوس والحاجات دي اه على فكرة بتختفي. يعني اجيلك الزهايمر كده اه ده هتعرف تقول الشهادة ولا هتعرف تقول المسيح مخلص ولا هتفتكر باباك ولا مامتك ولا اي حاجة. مع الزهايمر يعني السوفتوير بتاعك بيقع مع مرض اسمه الزهايمر. اكيد بيسمعه عنه. فانت هتشوف. يعني اللي انا عاوز اقوله ايه? ان انت عاوز تبقى طبيب نفسي ناجح. لازم تقرأ عن الاديان كلها. ولازم تقرأ عن الفلسفة. ولازم تقرأ لنيتشا. ولازم تقرأ لآه. ولازم تعرف ان ما فيش بلاك اند وايت. مش زي تخصصات القلب. يعني لازم تبقى ايه? هتلاقي في دراسات بتقولك الادوان نفسية دي ما بتشتغلش. عادي خليك متقبل للفكرة. هتلاقي في دراسات بتقولك الادوان نفسية بتشتغل. متقبل للفكرة. وفي ناس هتقولك زي ما زميلنا بيسأل على فرويد. فرويد ده اراءه كلها صح. تمام. وفي ناس هتقولك فرويد ده اراءه كلها خرافات. تمام برضو. اه 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 انت بقى لازم تبقى ايه? اه ان ان انت بتسمعها يعني الانسرتينيتي. اللي هو ان ان انت مش متأكد. دايما ان تبقى في حالة في الطب النفسي انت مش متأكد. مش زي طب الجراحة وطب البطنة. والحاجات دي انه متأكد وعارف الحل مية في المية. لو انت مش عارفه يبقى انت دكتور بليد. او او مش شاطر. اه انما في الطب النفسي. لا انت ممكن تبقى شاطر وعارف كل حاجة. بس برضو لان الحقيقة لان العوامل المشتركة في تحسين الصحة النفسية. العوامل المشتركة في تحسين الصحة النفسية مهولة كتيرة فانت بتحاول بقى ايه? هل هو الدواء? هل هو الرياضة زي ما الدكتور نادر بيقول? هل هو الدين? هل هي الصلاة? هل هي المسيحية? هل هي الاسلام? هل هي الوجودية? هل هي العدمية? هل هي القراية؟ هل هي العلاقات؟ هل هي الام؟ هل هي الاب؟ هل هي كندا والدول المتقدمة؟ هاي هي؟ لا الدول الصعبة اللي بتجع الناس يعني فيما يقول الواحد عربي مش فاكر مين هو لو حد عارفه يقول يقولك ايه؟ البيئة الصعبة لكن بيقولها ايه؟ الظروف الصعبة بتخلق ناس اقوياء. الظروف الصعبة بتخلق ناس اقوياء. حلو؟ الناس الاقوياء دي الكويسة دي بتخلق بتخلق الظروف سهلة بتخلق environment safe وسهلة. فالدنيا ما تبقى سهلة الظروف السهلة بتخلق ناس ضعيفة لانهم ما عدمهم ما نشايفش كده الحياة ما ضربتش فيهم قوي في الاقيل ما تطلع اقيل يعني سهلة كده مش صعبة. يقول لك الظروف السهلة دي بتنشئ ناس ضعيفة. الناس الضعيفة دي بتخلق لك بيئة ضعيفة. صعبة. مش سهلة. تقوم تطلع لك ناس اقوياء تاني وتستمر السيكل. عشان كده تلاقي الحضارات بتقوم وتواعد وتقوم وتواعد لان حضارة واقعت تحاول زي حضارة مثلا عربية دلوقتي. احنا واقعين. ما حدش يقول لي بس انت. احنا واقعين. حاول نقوم. هيجي يوم نقوم. حالو? طيب. الحضارة الغربية ايما دلوقتي. هتقع برضو. وكزا. يعني انت بسطت على التاريخ كده. تقع حضارات تقوم وتقع وده حضارات تقوم وتقع. ده برضو تنبؤ احتمال. اه في تنبؤ بيقولك لا انه كله هيقوم وكلنا هنساعد بعد وكلنا هنبقى مواطن واحد. برضو ده احتمال.